اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وفضله وباجتهادهم وإخلاصهم لأنه علم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا حديثنا عن سيدنا مصعب نعمير العبدري القريشي رضي الله عنه وأرضاه كان مصعب نعمير من أنعم شباب مكة فتوة وشبابا ورقة ونعومة وكان غنيا يلبس أرق الثياب ويأكل أفضل الطعام ومدللا عند أهله وقومه وعشيرته ولد سيدنا مصعب قبل الهجرة باثنتين وأربعين سنة وكان ممتلئا شبابا وما أن سمع بدعوة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا أن استجاب لنداء الله تبارك وتعالى وشهد شهادة الحق أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وبذلك انقلبت الموازين الدنيوية في وجهه فمنعته أمه مما كانت تفيض عليه من الثياب الرقيقة والعطر المميز والطعام المميز إلى أن يلبس الخشن ويمشي في الأسواق وقد ضاع هذا البهرج الدنيوي منه بعد إيمانه بالله ربا وبسيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا نشأ مصعب في حجر المصطفى صلى الله عليه وسلم وتحت عنايته ورعايته كأفضل ما تكون هذه الرعاية والعناية وكان من السابقين الأولين في الإسلام وكان بدريا لأنه شهد غزوة بدر كما شهد غزوة أحد رضي الله عنه وأرضاه وقبل الهجرة بسنة انتذبه النبي صلى الله عليه وسلم لمهمة عظيمة ولسفارة كريمة وهي الدعوة إلى الإسلام وإلى هذا الدين العظيم الحنيف في يثرب قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إليها إلى يثرب بسنة فكان حكيما في دعوته وفي أسلوبه وفي رقته وفي عذوبة كلامه وفي موعظته الحسنة وإقناعه بالأدلة وقراءته للقرآن الكريم بطريقة مميزة فكان تأثيره واضحا في يثرب حتى ما بقي بيت من بيوت يثرب إلا وفيه ذكر الله وفيه ذكر رسول الله الحبيب صلى الله عليه وسلم وهذه المهمة العظيمة جعلته من أفضل دعاة الإسلام في مقدم تأريخ الهجرة النبوية الشريفة وبعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى يثرب سميت بطيبة أو طابة ولها أسماء كثيرة طابت برسول الله صلى الله عليه وسلم حين وطئها فكانت هذه الدعوة قد أثمرت وآتت أكلها واستشهد رضي الله عنه في غزوة أحد ووجده النبي صلى الله عليه وسلم مقتولا بين القتلى في السنة الثالثة من الهجرة وتلى قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا فاليقتد شباب الإسلام بهذه الشخصية الفذة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر